خطت طبعا بالنشاط الرياضي ومجلس الادارة ودي خطة بتتعمل وانتم بتمشي عليها ما هو الخطة اللي بتحط بتحطي الاستراتيجية من الاهلي وبدي النشاط الرياضي بيجي يقول انا هعمل ايه عشان احقق الاستراتيجية دي فالاتنين متواصلين مع بعض الحمد لله قادرين نوصل لبعضينا مع مجلس الادارة مع الناس الموجودين القائمين على الاعمال التي عندنا في النشاط الرياضي وان شاء الله بقول حق في المراحل اللي جاي بإذن الله يتكون الموضوع مختلف جدا جدا في القطاعات بالذات الصغيرة لان هو ده الحملة اللي احنا هنرميه عشان انا نطلع للنشاط الرياضي بإذن الله او رياضة الصف الاول الفريستين يكون عندنا في الاقايا كام لعبة بالنسبة للنشاط الرياضي بيديرها في النادي القليل الكورت القادم 19 19 19 ايه الالعاب اللي بتصرف جامد قطعات الصلاة قطعات الصلاة قطعات الصلاة احنا ملوك الصلاة ده وقت محادش يجي يقولك احنا مش عارف ملوك ايه لا احنا ملوك الصلاة وده بقى واضح بص ده 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 نتائج ايوه بص يا كابتل احنا مش بنيك احنا اسمعي مش كلام مش كلام اه احنا ده حاجات على ارض الملعب كويس بيتحققها بودع بنتائج على ارض الواقع احنا نتائج حتى انا بقولي لعبتي كده يعني بوقف اتكلم على عبتي قلوهم يا جماعة بصوا ولا حد يقولي التاريخ ولا حد يقولي احنا العرق كل ما هتكسب ماتش التاريخ هيكتب والتاريخ هيكتب ده باسمك فيه تبتقوله اللعبة والمدربين الفنيين والناس كلها وهي وقفة لكن احنا انا بقولي لعبتي تندي اهلي بقى طبعا فهي القصة بالنسبالي انا اللي تعليمت من ده كابتن الجامعة شامس انا ارحمه يقولي حاكي كونك سمتش النهاردة كنس كاسبانين فرحانين نروح القتيل يبصلك كده على عشان يقولك ما انت عندك بطش بكرة في بصر ما انت عندك بطولة تانية انسا بطولة دي بالتاريخ افرح في وقتها افرح في وقتها اتعب عشان التاريخ ده انت تبتلع بعشرة خمشرة سنة يتعمل نفسك تاريخ يما هتيجي ناطين مجرد ذكر كده وحضر النهاردة احنا كلنا نعمل ذكر كل التاريخ لكل نجوم الكورة والهندبول والباسكت كل الالعاب ليه عشان عملوا تاريخ للنادي اسماهم موجودة لكن في ناس جات على مدار التاريخ ما عاليش حاجة يعني تعال اشوف مثلا في الافطار بتاع رمضان اللي بعمل مجلس الدارة والكابتر الحطيب هو بيستقبل كل الالعاب كلها نجوم كبيرة وظهرة حاجة بصراحة الواحد ببقى يمكن انا المرة روحين لما حضرتهش المرة اللي فدك كان عندي حاجة كده فبقولك قدي ايه ببقى الواحد مشتاق يحاول يشوف النجوم اللي اللي حققت في كل الالعاب والناس موجودة والناس كلها مبسوطة وفيه بهجة وفيه فرحة بقول انا حققت النادي الاهلي وده بقول انا حققت النادي الاهلي يا شبتان احنا جزء صغير داخل منظومة كبيرة جدا طبعا يعني النهاردة تاريخ رابط مصطفى عبدو تاريخ لعيبة الكورة بيتبني طوبة ورطوبة زي بقولوا كده نفس الكلام في الهندبول كله اللي عمل تاريخ النادي من 1907 اي لعيب اسم النادي نمرة واحد الجماهير رقم واحد واثنين مزبوط اللعيب بيخش بعد كده بقى في المرحلة التالية بس بيحقق اللي هو حققه الناس على فكرة احنا جماهيرنا بسم الله ما شاء الله ربنا يخللنا جماهير النادي الاهلي طبعا تهز الحجر تهز الحجر كفاية نبض الجمهور مع كل مطش طبعا دوقتي يبقى السوشال ميديا ما عادش جامهير بتروح الصلاة او بتروح الملاعب زي ما كنا قبل كده نعم نبض السوشال ميديا بالنسبة لهم لا بس افتحها الوجوهور وشو الجمهور هيعمل ايه هيقفل الصلاة طيب ويقفل لك الملاعب عندنا ان شاء الله قريب بإذن الله برضو يعني من خلال برنامج حضرتك ان شاء الله قريب بإذن الله مش اقول هنكتح بس بنحاول نعمل حاجة لدخول جماهير النادي الاهلي لمطشاط النادي الاهلي ده المفروض بإذن الله بنحاول وان شاء الله قد يبقى نكلة بالنجاة هل ميزانية للنشاط الرياضي ميزانية كبيرة قوي ها؟ من الربعمين ربعمين وخمسين ميديون بس؟ كفاية رقم معلد يعني هل فعلا الدولار فيه ازمة عندكم؟ طبعا طبعا احنا جوا البلب احنا بالدولة احنا مصريين يعني اكيد متأثرين تماما بالموضوع لكن في الاخر قادريني هتعامل مع الموقف النادي الاهلي قادر يتعامل معه لوقتنا هزا ربنا عينكو هل انت لو جالك شغلانة دلوقتي قد اللي بتاخده في النادي الاهلي نقول ايه تريبل مثلا او بلاش تريبل دابل هتسيبه مستحيل مش هتلاقي نفسك ها؟ مش قولي حاجة اللي جاي خسران مش عايب علي لكن انا بشتغل في النادي الاهلي حبه في النادي الاهلي ومش كلام يعني مجوم قالوك مثلا بشركة مش شركات كبيرة ويقالك انت ايه هتمسك مدير عام ومش عارف فيه ومجدس ادارة مش هتروح مش كلام لازم ولاد النادي يده جزء قد كده من اللي خدوه طيب انا سمعت وانت بتتكلم في التليفون قبل الحلقة انت بتتكلم مع المدام بتقولي انا بقولك انا بقولك انا عارف انه لما تحب تشوفك بتروح لك النادي ولادك الصغرين نبسوهم يخرجوا معاك ده معنا كنا بنلعب وما كانش في وقت انت بتوازي ازاي ديك الجزئية دي مش موازة خلص لا تبقى ظالم هترد من البيت قرائب تعالنا ناخد شقة مفروش انا وانت يا ريب ربنا اخليك لولادك كل مراتك انا اخد وقت كبير مني وهي بصراحة ربنا يكون فعونها يا رب بجد هي سند وضهر قوي جدا لها هي العمود بتاع الخيمة طبعا ربنا خليها لك يا رب الله كلمة كبت طيب خلصت المجلزية هبدأ اكلم على الاعلام انت فكرت في الاعلام ازاي اول ما بطلت فكرت في الاعلام ازاي اول ما بطلت فكرت في اعلام اول ما بطلت لما خدت دورة في التعليق بطلت 2003 وكان في كاس عالم في برازيل فالدكتور حاسم مصطفى قال خالد العود يطلع يعلق وثلاثة حساب الاتحاد مش حساب اه حتى الدكتور حاسم مصطفى بفكر في ايه بيعدي كوادر من عنده ممكن يجيب اي حد ويقوله اطلع انت انما جاء ده جايب لعيب عارف كان كابتن منتخة مصر يطلع عشان احساس ترجمة نانسي قنقر